اشتركوا في القناة والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله إمام الأنبياء وسيد المرسلين فاللهم صلِّ وسلِّم وبالك على سيدنا محمدٍ وآله عدد كمال الله وكما يليق بكماله وبعد فما زلنا أيها الأحبة الكرام في الكلام حول بستان العارفين وهو كتاب سيدي الإمام النووي رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه وكنا قد انتهينا في آخر لقاء مضى في الكلام حول استحضار النية في أداء الطاعات وبينا أن المسلم الحصيف الواعي اللبيب الفطن لا يعمل عمل ولا يقوم بفعلٍ ولا يتحدث بكلمة إلا إذا نوى رضوان المولى تبارك وتعالى وابتغاء مرضاته جل وعلا وأنه ما تفوه بهذه الكلمة وما عمل هذا العمل وما فعل هذا الفعل إلا لأنه أراد من وراء ذلك أن يصل إلى مرضات الله وأنه لا يبتغي من وراء ذلك إلا الأجر والثواب ومعنى هذا أن الاستحضار في أداء الطاعات وفي أداء الأفعال والأعمال والأقوال لا نصبه في واقعنا على الأعمال التعبدية أو الأعمال التي من خلالها نقيم هذه الشعائر والعبادات التي أمر الله تعالى بها وكلفنا إياها ودل عليها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وفقط بل جميع الأعمال التي يفعلها الإنسان في حياته حتى وإن كانت من قبيل العادات اليومية كالطعام والشراب وكلق ما يقذفها في فم زوجته حتى في جماعه مع زوجته حتى في إغاثته للملهوف في تفريجه عن المكروب في إعطائه المال للمقترض ولمن أراد أن يستلف مالا جميع الأعمال من شأن المسلم أن يعي من ورائها كيف يصل إلى رضوان الله سبحانه وتعالى بأن يجرد نفسه وأن يصفي قلبه وأن يهذب من نيته وأن لا يكون له من الأهداف سوى وجه المولى سبحانه وتعالى خاصة وأنها قضية محصورة في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم ولذلك صدر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الحديث الجامع للنية وما فيها وعن أمرها بأدات الحص فقال عليه الصلاة وأتم السلام إنما الأعمال بماذا بالنيات وإنما لكل مرئ ما نوى الله تبارك وتعالى ذكر في سورة البيينة في قوله سبحانه وتعالى وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ إِيْهِ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وذلك دين قيمة وذكرنا أن الإمام الشافعي رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه كان يتدارس العلوم وكان ينوي من وراء مدارسته لهذه العلوم وللوقوف على كنه هذه المسائل والبحث في تفريعات الفقه وأصوله وكان لا يبتغي من وراء ذلك إلا وجه المولى سبحانه وتعالى حتى دل كما ورد على لسانه أنه رضي الله تبارك وتعالى عنه كان يود من الإنسان حتى وإن عارضه كان يود ويطلب من ربه سبحانه وتعالى أن يجري المولى سبحانه وتعالى الخير على لسانه وأنه كان يتمنى ذلك ولذلك قال ما نظرت أحداً قط على الغلبة ووددت إذا نظرت أحداً أن يظهر الحق على يديه بمعنى أنه حينما كان يتحاور مع غيره في المسألة ويتناقش مع غيره في المسألة لم يتعد في محاورته ولا في مناقشاته إلى الجدل المذموم الذي يأخذ بصاحبه إلى الغلبة وإن كان على الباطل لكنه رضي الله تبارك وتعالى عن جرد نفسه وهذب من نفسه حتى كانت نيته خالصة لله تعالى حتى في مدرسته للعلوم حتى في سؤاله عن المسائل حتى في بحثه ونظره عن فروع الفقه وأصوله حتى وصل الحال أيضاً إلى محاوراته مع غيره كان يتمنى الإمام الشافعي رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه أن تكون الغلبة لمن حاوره ولمن ناقشه ولا عجب في ذلك فالمقولة المشهورة التي وردت من خاطره على لسانه حينما كان يقول رأي صواب يحتمل الخطأ ورأي غير خطأ يحتمل الصواب وهذا ما ينبغي أن يصل إليه المسلم في كل زمان وفي كل مكان لا سيما إذا نزلت البلايا وكانت الفتن والرزايا لا سيما إذا أهم الناس من أمر مجتمعهم ووطنهم مثل الذي نراه ونسمعه ونشاهده الآن بعد أن انتهينا من الكلام على هذا الباب فصل في استحضار النية في أداء الطاعات نشرع اليوم بمشيئة الله تعالى إلى الحديث عن فصل في بيان أثر النية وبسط الشواهد فيه على الصالحين هناك كنا نتحدث عن أثر النية في العمل وأن المسلم لزاما عليه أن تكون له نية في كل قول وفي كل عمل وفي كل فعل طالما أنه يدين بأقواله وأفعاله وأعماله لله رب العالمين حتى نحول العادات إلى عبادات حتى لا ينتهي بنا العمر وتتقدم بنا الأزمان دون أن نحصل قدرا كبيرا من الطاعات ومن الثواب يرزقنا المولى تبارك وتعالى به أعلى الدرجات في الجنان ولا سيما مع مرافقة المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اليوم نتحدث عن بيان أثر النية هذه النية التي نواها الإنسان في أقواله وفي أفعاله وفي سلوكياته لها أثر لها ثمرة لها فائدة لها نتيجة هذا الأثر له شواهد تظهر في حياة الصالحين ولا نقصد بحياة الصالحين إلا من صلح في عبادته وعبادته لله تعالى وكان بحق يقتدي بسيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم حتى لا نضيق واسعا فهناك من يصرف لفظ الصلاح ويقصد به أهل الولاية وفقط وينتهي الأمر عند هذا وهناك من يصرف لفظ الصلاح ويقصد منه آل بيت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن الأمر على الساعة لكن الأمر على التيسير خاصة وأنها من القضايا المطلقة في القرآن الكريم الله تعالى يقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون من هم يا رب الذين آمنوا وكانوا ماذا وكانوا يتقون فكل من آمن بالله تعالى ربا وعمل على تمام دينه وإكمال عبادته للمولى سبحانه وتعالى واتقى الله عز وجل في السر والعلن واقتدى بسيد البشر صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فهو ممن صلح حاله في هذه الدنيا ونسأل المولى تبارك وتعالى أن يرتب على صلاح الدنيا صلاح الآخرة بالفوز بالنعيم المقيم في الجنة لا سيما في الفردوس الأعلى يبقى إذن هذه الأعمال والأقوال والسلوكيات والتصرفات طالما أنك جعلت لها نية فلابد من وجود فائدة لابد من وجود نتيجة لهذه النية التي نويتها أنت وهذه النية وأثرها وفائدتها لم بغي أن يكون لها من الشواهد في حياة الصالحين في حياة المسلمين في حياة المؤمنين في حياة المتقين وذكر الإمام النووي مدللا على ذلك بحديث صحيح قال وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الحسنات والسيئات فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة تخيل أن الإنسان بمجرد أن يكون له مقصب وأن يكون له عزم وأن يكون لديه من العزيمة على أن يأتي أمرا من الطاعات مما من شأنه أن يعطي المولى تبارك وتعالى عليه من الثواب أو من الحسنات فإذا صرفه صارف أو حبسه حابس أو منعه مانع وحال بينه وبين تنفيذ هذا الفعل الذي نواه قبل ذلك وعزم عليه في قلبه وفي صدره الله تبارك وتعالى يكتب له هذه الحسنة كاملة بإذنه سبحانه وتعالى ولذلك قال وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الحسنات والسيئات فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة حسنة كاملة في الأجل والثواب أي أن الإنسان بمجرد أن يجرد نيته وأن يصفي قلبه متى عزم على فعل عمل صالح من الأعمال الصالحة التي دعت إليها الشريعة قرآنا وسنة من آثر هذه النية ومن آثر هذا التوجه أن الله تبارك وتعالى يكتب له هذا الثواب حتى وإن حبسه حابس أو منعه مانع أو صرفه صارف عن تنفيذ هذا العمل الذي عقدت نيته عليه ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كتبها الله له عنده حسنة كاملة وعلى الجانب الآخر قال عليه الصلاة وأتم السلام وإن هم بها فعملها وإن هم بها وإن هم بها فعملها كتبها الله له عشر حسنات هناك كتب الله تعالى له حسنة واحدة وليست هذه نتيجة مرتبة على العمل وإنما مرتبة على ماذا على النية على القصد على مجرد العزم والعزيمة الله تعالى جواد كريم الله تعالى يعطي بسخاء فمتى نوى الإنسان من العمل الصالح كتب الله تعالى له ثواب هذا العمل حتى وإن حبس عن عمله طيب ترى فما الحقيقة إذا قام الإنسان بفعل هذا العمل أو هذه العبادة التي نوى وعقد العزم عليها قال صلى الله عليه وسلم وإن هم بها فعملها كتبها الله له عشر حسنات إلى سبع مائة ضعف إلى أضعاف كثيرة الله تبارك وتعالى يعطي على قدره وقدر الكريم أن يعطي بخير وسخاء وطالما أنه سبحانه وتعالى لا تضره عبادة المطيع إذا امتنع على العبادة فلن ينتفع بكثرة العبادة ولن يؤذى بقلتها أو بعدمها ولذلك كان من المناسب أن يعطي المولى تبارك وتعالى جزيل العطاء وجزيل الثواب لهذا الذي نوى العمل وصدق في نيته لله سبحانه تبارك وتعالى وجرد النية من كل شائبة حتى لا يشاب العمل بأي شائبة ولا هدف له ولا مقصد له إلا المولى سبحانه وتعالى وصدق النبي صلى الله عليه وسلم ما حين قال إن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وبتغي به وجهه أسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج قروبنا واشرح صدورنا وألف بين قلوبنا وصل اللهم وسلم وبالك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى 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 موسيقى